لعيبة لصفقة أرون بوبينزا اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة من الأول كده عشان نكون بنتكلم مع حضراتكم اللاعب أرون بوبينزا طبعاً سيفي محترم لعب مختلف عن اللعيبة المحترفين اللي جون مصر باش بتكلم عنه زي ما بتكلم عن مصر عمتن أرون بوبينزا فسخ التعاقد مع هذه الأمريكي يوم 8-8 أنا بقول له حضراتكم بالأرقام يمكن خلاص تعال لي بقى كده يعني الصورة كنا بنوريها لحضراتكم دي الصفقة يعني الرسمية خلاص ونادي الزمالك أعلن والصورة دي نزلت على السوشيال ميديا وهجي لحضراتكم في التفاصيل عشان موضوع ده نقفله تماماً اللاعب فسخ التعاقد معنا دي في أمريكا يوم 8-8 تم تواصل ما بين اللاعب ومجلس إدارة نادي الزمالك والحقيقة مش أقول أسماء من مجلس الإدارة لأنه كل ما أسأل حد يقول لي احنا كلنا بنشتغل مع بعض وكلنا بندخل في التفاصيل وكلنا بنساعد عشان نادي الزمالك من أول رئيس النادي لحد أعضاء مجلس إدارة تحت السن تم تواصل ما بين اللاعب ونادي الزمالك عن طريقة الإيميل الشخصي لللاعب وتم الاتفاق مادياً على كل شيء والبطاقة الدولية بتاعت اللاعب دلوقتي في مكتب كابتن حسين لبيب في النادي موجودة بتاعتنا ومعانا بس هرجع كم خطوة عشان أقول لك إيه اللي بيؤدي أن النادي يصلوا بطاقة دولية لللاعب وأنا المعلومة دي لحضراتكم وكيد في ناس عرفها وناس ما تعرفوش أنا كنادي عشان أخد بطاقة دولية بتاعت أروم بوبينزا لازم يكون معايا ثلاث حاجات الأولى هي أجريمنت أو موافقة ما بين اللاعب والنادي موافقة بتقول أنا اسمي كذا وبوافق أن أنا أنضم وأنتمي لهذا الكيان لمدة ثلاث سنين لازم تكون موجودة مع النادي التانية هي مخالصة أو مش مخالصة بنسميها يعني تنازل من النادي اللي كان بيلعب فيه بوبينزا في حالة أن اللاعب لسه مكمل معاه فبيبعت الاستغناء بتاعته للنادي اللي تم التعاقد معاه ولكن في حالة أروم بوبينزا فاللاعب فسخ التعاقد مع النادي الأمريكي يوم 8-8 ففي الحالة دي محتاجين نسخة من العقد اللي تم فسخه ما بين اللاعب وما بين النادي وما ممضي من الطرفين موجود التالتة ودي أسهل حاجة ودي لازم اللاعب هو يعملها هو يبعث صورة باسبورو لنادي الزمالك عشان يتبعت الثلاث حاجات دول للاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصر لكورة القدم لتحويل بطاقة اللاعب الدولية أو الرخصة الدولية من أمريكا والاتحاد الأمريكي لكورة القدم إلى مصر والاتحاد المصر لكورة القدم ليتموا كده اللاعب محليا وإفريقيا طيب بقول لحضرتك اقنعني أن اللاعب مش هيلعب لنادي الزمالك وهو قدم الثلاث مستنادات دول اللي لنادي الزمالك مش هعرف يخدهم إلا من اللاعب مين له الحق أن يكون معاه نسخة ما بين اللاعب ونادي الصوابك بتاعت فسخ التعاقد مين ليه الحق أنه يبعث باسبوره مين ليه الحق أنه يمضي مكانه أجريمنت أو موافقة لللعب لنادي الزمالك أو عقد أونلاين إلكترونيا زي ما عمر فرج عمل زي ما بنتايك عمل بالمناسبة مضو أجريمنت ومضو الاستغناء أو جتلهم الاستغناء ومضو الحق